انطلقت في محافظة الإسماعيلية عملية توزيع صندوق المواد الغذائية على المواطنين المستحقين عن طريق عدد كبير من المتطوعين يأتي ذلك طبقا للتوجهات الرئاسية بتوفير ملايين صندوق من المواد الغذائية للمواطنين المستحقين بمختلف أنحاء المهورية ضمن بهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المبادرة طبعا بتستهدف كل المواطنين من مصر المحتاجين وإحنا عبينا كاراتين خلال الأسبوع اللي فات وحضرنا في استاد القاهرة مع سيادة الرئيس عفتاح السيسي صاحب المبادرة وضمنه التحالف الوطني والنهاردة بنوزع في الكاراتين لأهلينا المحتاجين في محافظة إسماعيلية ويا رب نقدر نكون على قد الحدث أنا مفخورة جدا أن أنا بشارك النهاردة في توزيع الكاراتين على أهلينا المستحقين وأتمنى من كل الشباب اللي في السن أن هم يشاركوا في عمل خيري وتطوعي زي ده ودي حاجة تشرفنا كلنا طبعا نحن نشارك في حاجة زي دي